أكد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل أن مسيرة تطوير البنية التحتية التي بدأتها مصر لم تنتهي بعد وأن مصر تسعى لتحديث وتطوير كافة الخدمات والبنية التحتية بما يتفق والمعايير الدولية جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد شركة سيمنز الألمانية العالمية برئاسة جو كايسر رئيس الشركة وأكد إسماعيل حرص القاهرة على استمرار شركتها مع شركائها الأجانب على أسس الشفافية والتوازن والمصلحة المتبادلة من جانبه كشف كايسر أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع كل من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بقيمة 120 مليون دولار